موسيقى يا صباح الفل والورد والياسمين على أجدع ناس المصريين يوم جديد يوم جميل بفضل الله نتقينا احنا نحمد ربنا على كل نعمه وخصوصا الصحة والستر ويجعل نهارده بعون اللاناتي طيب نهارده هنتكلم في كذا موضوع كده سريعا في الانترو على بال ما نبتدي حلقتنا على طول وحلقتنا نهارده مثمرة يعني فيها حاجات حلوة كتير لأن هنتكلم شوية بس خليها في آخر الانترو هقول لكم ليه دلوقتي بس ان كل اللي انا عايزه ان كل الناس يعني تركز شوية بفترة دي مع هيئة الأرصاد الجوية ليه؟ أول ما عشان التقلبات الجوية اللي بتحصل دلوقتي شوية برد قوي شوية برد عادي شوية جو حلو الشمس طلع جو جميل احنا جوين حلو الحمد لله بفضل لرب العالمين لكن ساعات كده بيدينا مقصة حرامية فناخد معنا شاكت ونزبط حالنا الناس اللي بتسافر على الطرق خصوصا ان في شبورة مائية كبيرة أو كتيرة بكميات على الطرق الزراعية وطرق الصحراوية وكده نخلي بالنا شوية وما يجراش حاجة لو حضرتك بدل ما تمشي الساعة 6 الصبح خليها 7 ونص يعني مش قصة يعني استنى شوية لما الشمس تطلع وتهدي الدنيا دي شوية عشان ربنا يوصلك بالسلامة في التأني دايما السلامة عايزة نقول كمان ان احنا نلتزم كمان بلواقح وقوانين المرور لان المرور ده معمول عشان my safety and your safety اماني وامانك مش معمول عشان خاطر الناس دي تغلس علينا وتفرض علينا رسوم عالفادي فخلوا بالك يا جماعة نركز شوية نحنا يعني نحترم قوانين المرور وفي نفس الوقت نتابع هيئة الارصاد الجوية على موقعها الالكتروني او على صفحات السوشيال ميديا او في نشرات الاخبار وهي الحمد لله يعني قطاع الاخبار عندنا مش يعني الحمد لله بوفرة موضوع النشرة الرياضية دي متواجدة بعد النشرة الرياضية والاقتصادية وطبعا السياسية دي حاجة الحاجة التانية اللي هاي باتكلم فيها ان احنا مهم جدا ان في كل بيت يكون في بعض الارقام للطوارئ الحاجات المهمة ليه؟ قد يحصل اي حاجة في الدنيا يعني ممكن اي واحد دي يتعب يبقى عندنا رقم الاسعاف موجودة عندنا حطه على التلاجة حطه ورا الباب في حتة مكان كده يكون متشاف وانت قادر انك تلجأ له على طول قدر الله حصل اي حاجة رقم الاسعاف رقم المطافي رقم طوارئ الغاز رقم طوارئ الميا رقم طوارئ الله مسؤول على النبي الكهرباء اي ارقام جمحة كده خش على الانترنت ويجيبها او احنا هننزلكوا على الشاشة كل مرة بعض الارقام الهمة علشان خاطر يبقى عندنا قدر الله لو احتاجنا لهم يبقوا معين اهي نزلت على الشاشة دي حاجة مهمة دلوقتي طيب موضوع تاني برضو من موضوعات الهمة اللي عايز اتكلم فيها هي قد ايه بلدنا جميلة لما انت تبقى راكب طيارة وجاية من الصفر من بره ونزل بتشوف ايه بتشوف الوان جميلة جدا بتشوف الاصفر الصحراء بتشوف البني الجبال بتشوف الاخضر النيل والبحر وبتشوف كمان الاخضر اللي هي الرقعة الزراعية فخصوصا بقى وانت ايه متجه الى الصعيد ايه الجمال ده ايه الحلاق النيل بسم الله ما شاء الله ربنا حبانة بنهر النيل وحبانة بجو ممتع وحبانة بحياة كتير جدا وسيحة وقصار وقل انت عايز تقوله قوله فهذا الجمال وهذه الطبيعة الخلابة الجميلة اللي يعني ربنا حبانة بيها ما تيجوا نستفيد بيها وحنا قريدي بنشتغل في كل حتة وده اللي احنا بنحاول نعمله منذ القديم الازل بنركز في ايه بنركز في المشروعات التنموية مشروعات الزراعية، مشروعات الصحية مشروعات التربوية، مشروعات التعليمية حياة كريمة يمكن يمكن لسه ستريس كان في سواج في الفترة اللي فاتت وافتتح عدة مشروعات منها حياة كريمة وفي حاجات بقى على المحاور والطرق وفي حاجات صحية مستشفى وفي حاجات تعليمية حاجات جميلة جدا وده احنا تناوله في فقرتنا هنتكلم عليها اكتر لكن قبل ما نخش على فقرتنا انا حابب جدا نتكلم في حاجة مهمة جدا كلنا بندور ان احنا نحسن من دخلنا سواء احنا بنشتغل او ان احنا بنعمل مشروعات صغيرة بنفكر في مشروعات صغيرة دلوقتي اللي جاي في الفترة اللي جاية دي الصناعات الصغيرة والزراعة خلينا نركز النهاردة في الزراعة بما ان يعني احنا بنتكلم اكتر النهاردة في الاصلاح الزراعي والمليون النص فدان ومشروعات الجبارة الزراعية والانتاج الحيواني والحاجات دي كلها وفعلا انا عايز لما اقول كلمة جبارة يبقى فعلا جبارة احنا عملنا حاجات قومية مشروع كبيرة جدا في الفترة اللي فاتت وقاني الاوان بقى ان احنا الحمد لله بتاينة نشوف اثار هذه المشروعات الزراعة لو حضرتك شاب وقادر انك تجيب مثلا مشروع الخمس فدانين تقدر تخش فيه لواحدك تكل على الله وبتدي فيه لو تقيل عليك شوف حد من صحابك وبتده جمعه مع بعض وشتروح حطة ارض صغيرة او اجروا حطة ارض وبتده فكروا نعمل ايه نزرع ايه الارض تنفعني في ايه حط فيها ايه مش بس زراعة ممكن تستثمر استثمر حيواني انتاج حيواني كمان لو حضرتك موضوع الغنم ادرسه اللي لو هتسمن وتبيع بعد الدورة واحدة ولا هتجيب يعني خلينا مايش استحملوني في اللفظة يعني نجيب نعجة وخروف مثلا او كم ام من الامهات الانعج بتطلع واحدة او اتنين المعيز نفس القصة بتجيب بالتلتة والاربعة فكر ودرس وخش على الانترنت دلوقتي عندنا حاجة اسمها انترنت تكنولوجي فظيع نقدر ان احنا من خلاله نعمل دراسات جدوى في كل حاجة انا عن نفسي فكرت في كزا حاجة فكرت في مشروع براج حمام بس علسة بدرسه هل هو مصمر بجد ولا لأ هل هو ايه الحاجات اللي بتتعيبها ايه الحاجات للامراض اللي مش عارف ايه طب هدفع كم وهيجي لي كم في عمال انا بدرس الفترة الجاية دي انا مجموعة من اصدقائنا عاش تاس ان احنا نبتدي نفكر ازاي نقدر نستثمر ونساعد نفسنا واسرتنا ومجتمعنا نبقى مش مستهلكين بس احنا كمان ننتج فده مشروع مشروع الغنم مشروع الارانب مشروع الدواجن مشروع الصروع السمكية فانا عندي دلوقتي النوهاو المعرفة عن طريق الانترنت وعن طريق الخبرات اللي متواجدة في وزارة الزراعة والوزارات المعنية بهذا الموضوع طب اروح اسأل وادرس واشوف الدنيا ماشي ازاي بالنسبة للصناعات الصغيرة احنا عندنا ايادي تتلف في حرير حضرتك لو صناعي صناعي بروفاشنل وعارف عندك مهنة وبتعمل حاجات يدوية انصحك انك تكمل فيها وتحاول تنتشر بشكل كبير دلوقتي عندك السوشال ميديا تقدر اي حد بينزل كل اللي هو عايزه عالسوشال ميديا وبيعمل ماركتنج لنفسه موضوع الماركتنج والتسويق لك دلوقتي بقى سهل جدا من خلال السوشال ميديا صور اللي انت بتعمله صور فيديو واعمل ميكينج للفيديو دا وتبتينزله وده بيبقى ماركتنج لك عن مستوى المحلي مستوى الدولي وده حاجة مهمة جدا انت ممكن تساعد انك تصدر الحاجات دي وتجيب دولار ليك وللبلد حاجات مشروعات كثيرة جدا عايزين نفكر فيها وتواصلوا معانا على جروب مصر جميلة وتواصلوا معانا على السوشال ميديا بشكل كبير وتواصلوا معانا هنا في البرنامج وفكروا معانا ازاي نقدر ان احنا نساعد نفسنا واسرتنا ومجتمعنا وبلدنا من خلال ان احنا نقدم خدمات في مجال الزراعة وفي مجال الصناعات في مجالات كثيرة جدا والسياحة وان شاء الله الدنيا اللي جاي حلوة قوي بإذن الله طيب احنا النهاردة هنتكلم على موضوعين مهمين جدا وانا هممني جدا معلش برضو هرجع لحادة الزراعة زمان كان فيه التوعية الزراعية كان فيه برامج زي سر الارض كان حاجة يعني الناس كلها بتاع تستنية كانوا بيعودوا وتفرجوا ويتعلموا ازاي يزرعوا ايه ويعملوا ايه ويستابعوا ازاي والصيانة والحاجات دي كلها النهاردة انت عندك حاجات اكتر من التوعية الزراعية في كبرنامج او في كقناة انت عندك مليون طريقة تقدر تتوعى بيا او ترجع لها عشان تشوف الدراسات والدنيا ماشي ازاي والتقدم التكنولوجي الفضية طيب خلينا نتكلم عن فقرتنا الاولى هنتكلم عن جهود الدولة في تنمية صعيد مصر وما تحقق من انجازات منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي زمام الامور وقيادة البلاد عندنا مشروعات عملاقة وانجازات كبيرة جدا ويمكن الزيارات المتتالية اللي بيقوم بها سيادة الرئيس اكيد لها مردود كبير جدا في الاهتمام ورفع اهتمام بالصعيد طبعا ورفع كفاءة الحياة للمواطن المصر هناك في كافة المجالات هيكون ضيفي الكريم استاذ دكتور محمد حمام عبدين الدقيشي عميد كلية الزراعة السابق بجماعة السيوت هنتكلم اكتر عن هذا الموضوع معا جهود الدولة في تنمية سعيد مصر وزيارة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لمدينة السهاج وافتسح عدد كبير من المشروعات الهمة ضيفي الكريم مشرفني في السوديو النهاردة استاذ دكتور محمد حمام عبدين الدقيشي عميد كلية الزراعة السابق بجماعة السيوت صباح حليل أول وثاني سألوا كل صباح خير يا فندم منوار صباح خير يا فندم شكرا لحضرتك على الصدافة والقناة التانية مصرية وزيارة تقول مصر جميلة حنضيف عليها جميلة وعظيمة وكبيرة وعريقة ومليانة خير تمام مليانة موارد بشرية عظيمة صحيح مصر أجمل من كل الدنيا طب يا دكتور يعني موضوع سعيد مصر وتلمية سعيد مصر ومشروعات اللي احنا بنشوفها ونفتخر بيها والإنجازات الكبيرة العملاقة اللي احنا شفناها ويمكن كمان يعني زيارات سيد الرئيس المتتالية لهذه البقعة الهمة الجميلة من بقاع مصرنا العزيزة أكيد بيبقى ليها مردود وليها مردود أفعال كتير جدا نبتدي بقى منين الحكاية من وجهة نظر حضرتك أولاً بني نبتدي الحكاية يعني بتكلم كمواطن نزاوي جهيني سهاجي صعيدي مصري تمام أتفضل أو أتشرف بأن أشكر فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وحقه تماماً أنه هو شرف محافظة سهاج كأحدى محافظات جنوب مصر أو جاء بنقول الصعيد يمكن في ناس كتير ما ترافش يعني كلمة الصعيد كلمة الصعيد يعني أرض الصعيدة يعني النيل بيجري من أسوان للوجه البحري علشان أنه هنا في ارتفاع من الجنوب للشمال علشان كده بنسمونا الصعيد يعني صحيح لكن في الشباب كتير ما يعرفش كلمة يعني صعيد لكنها صعيدي يعني صعيد يعني في المكان الأعلى من الجمهور نشكره على أنه بدأ يهتم اهتمام واضح وفعلي في التنمية تنمية الصعيد بالكامل وزيارة السهاج دي زهوة زي ما قال السيد الرئيس أنا سعيد بوجودي يوصيكم احنا كمان كنا سعداء جداً بوجوده في محافظة السهاج وقرى محافظة السهاج واللي عمل في محافظة السهاج مش حنينك رفض لحد بس ما تعملش من عقود كتير من الزمن أو في الصعيد عن مثلاً أنا ما أتكلم عن سواج بصفة المواطن سواج النهار ده بقى تمام خلينا نبتدي كده ب ايه أهم المشروعات اللي تم افتتاحها واللي ركز فيها سيادة الرئيس عشان خاطر ينمي هذه المنطقة الجميلة وفي نفس الوقت يرفع من مستوى المعيشة للمواطن المصر تمام وأنا كان لي رأي من جمال بقوله تنمية مصر تنمية الريف نبدأ بتنمية الريف لو أن من الريف لو حضرتك لحظ تقريباً معظم القيادات في مصر من الريف ومعظم الناس اللي هي مشهورة في مصر من الريف صحيح كمان كان الريف في فترة معينة في التسعينات مصدر للإرهاب ده الريف المصري لو أن من الريف كده قطعنا شوط كبير جداً في تنمية مصر ده اللي أعتقد الرئيس كان بفكر فيه من أول توليه من 8 سنين قيادة مصر بإرادة شعب عميقة برغبة شعب مصري بالكامل في 30 يونو لما خرج الشعب كله طلب بتولي الرئيس المسؤولي تمام الريف المصري كان فعلاً في تدني تدني من كله النهاردة تحط على خرضة التنمية بالكامل بدأ الرئيس بزيارة قرية إحدى القرى النموذجية المكتملة وهي قرية أم دومة بمركز طيما القرية دي قرية طبعاً قرية عريقة فيها عائلات عريقة يعني تقع في الجنوب الغربي من محافظ السهد في الأصل الغربي من محافظ السهد دي تعتبر اكتملت 100% من مبادرة حياة كريمة نرجع نقول مبادرة حياة كريمة أطلقها الرئيس من فترة لتنمية الريف بالتحديد تمام هنا عندنا تقريباً 170 قرية في المحافظة 17 مركز بدأ بتنمية هذه القرى ناخد القانب الأول اللي هو تنمية القرية حياة كريمة دي بدأت المبادرة بوضع إيه اللي مطلوب في الريف علشان يصبح نظامه نظام المدينة ويصبح منتج أكتر منه مستهلك صحيح من ناحية زراعية طبعاً لاحظنا طبطين الترع يتكلف مليارات وده طبعاً يعني زراعية نحن نتكلم برضو عنه إنه هو بيوفر مية أكيد بينظف المكان بيحدد يعني المية اللي دخلت ترع هتوصل لغاية آخر الخط كميات وغيره فواد كتير جداً طبعاً المستشفيات الوحدات الصحية مركز الشباب الغاز الطبيعي تمام النهاردة في كل بيت في الكرة في غاز طبيعي غالباً يعني طبعاً لسا الوقت الآن جاي يعني أي الزراعة نفسها برضو تطورت في الفترة الأخيرة كان برضو الرأي بالغامر بدأ النهاردة رأي بالرش ورأي المحوري ده اللي بدأ فيه القرية قرية أم دومة بعد كده طبعاً رئيس لما طبعاً يعني الجانب الإنساني الجانب الإنساني اللي شفناه على الرئيس إنه هو فطر فطر في القرية مع رجال القرية الأعزاء وشباب القرية وأطفال القرية وكان الود واضح جداً من الرئيس وده جانب الإنساني اللي برضو يعني بتقدم بالشكر لي إنه جواه جانب إنساني عظيم جداً بعد القرية طبعاً لأنه كان فيها طبعاً تقريباً 18 مشروع في داخل القرية تعاملوا وزار مستشفى الأسرة وشاف التفقد الوضع فيها كويس جداً وده تعتبر قرية نموذجية الأولى في المحافظة سوهاج بعد كده حضرتك طلق للمحافظة نفسها وشاف المشريع التنموية اللي حصلت داخل المحافظة وأهمها طبعاً جامعة سوهاج الجديدة ومستشفى سوهاج الجامعي الجديدة اللي هي في مدينة الكوامل يعتبر نقلة كبيرة جداً في المحافظة يعني النهاردة برضو ناخد جانب المستشفى الجامعي المواطن السوهاجي أكتر المواطنين بيعاني مع طبعاً المواطن القناوي والأسواني إنهما لما يكون أي حاجة مرضية بيروح مستشفى أسوات الجامعي التي أصبحت متكدسة تماماً وأنا بشوف كل يوم في أسوات يعني المستشفى قد إيه متكدسة بالمرضى والمرافقين النهاردة حيوفر عليهم كل ده يعني هنا نبدأ نقول يبدأ المواطن السوهاجي ياخد حقه بالكامل المستشفى الجامعي طبعاً نقلة كبيرة جداً اللي هي في الكوامل الأسوات السوهاجي الجديدة وبعد كده الجامعة طبعاً نفسها كانت من فترة قبل 2015 كانت يعني فيها كليةين ثلاثة ومباني بسيطة جداً النهاردة أصبحت جامعة سوهاج يعني ما شاء الله يعني بدأت تاخد وضعها الطبيعي كجامعة واعدة وجديدة بعد كده طبعاً ما ننشناش طبعاً إنه مروع على الكباري اللي انشئت محور طمى محور طمى طبعاً كان قبل كده محور الجرجة ومحور الطمى اللي هو بيربط ما بين الصحراوي الغربي والصحراوي الشرقي حنقول الهدف منه طبعاً هو المحور ده استهلك جزء من الأرض القديمة كونين عارفين طبعاً إنما لما يربط بين الصحراوي الغربي والشرقي خطة مستقبلية النهاردة مش هعمل خطة وقتية النهاردة وبكرة وبعد وبعد سنة ده يسمون خطة استراتيجية أي خطة استراتيجية خمس سنين الإنسان يقولك لا أنا ما شفتش أنا ما معرفش لما أنت عندك خمس سنين خطة استراتيجية المحور ده مثلاً الصعيد كان مفتقد المحاور لعنيل الصحراوي الغربي والصحراوي الشرقي استغلالهم بكرة بقى حنبدأ نستغلهم استغلال جيد ويبدأ زي ما يتعمل في تشكا وشرق العينات وكده حنبدأ نستغل الطرق دي في تنمية هذه الصحاري تمام بالنسبة للمجمع الصناعات الصغيرة برضو تم افتتاحها في الجرجة تمام هالمية الصناعات الصغيرة ويمكن أنا كنت في الإنترو عمال بكلم أن الشباب اللي عنده أي صنعة يمسك فيها ويبتدي يسوق لنفسه أعتقد ده حاجة جميلة جداً هو بيسوق أهو للمنتجة تمام موضوع جميل جداً موضوع الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة هو موضوعات المشروعات اللي هي متوسطة الصغر والمتناهية الصغر دول كان مطروحين من حوالي كم سنة كده يعني من حوالي ثلاث سنين بيدوا قروض للشباب وبيدوا طبعاً بفوائد قليلة جداً علشان ينمي الصناعات المتناهية الصغر اللي هي حاجات البيتية اللي هي ممكن تعمل في البيت أو في مكان صغير يعني بيدوا قروض للشباب بدون فوائد على أساس أنه الشباب يبدأ يطور من هذه الصناعات وده يمكن مش هنقول بديل المصانع اللي احنا يعني متمنى الفترة القادمة إنها تجتاح الصعيد المصانع الجديدة اللي هيتيجي رئيس مهتم بالمصانع جداً طبعاً لديها مجال تاني إنما إحنا إن شاء الله قريب هنشوف في الصعيد مصانع تغطي البطالة اللي موجودة في الصعيد المشاعات الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة دي بتلمس كل مواطن مش هقدر نهارد أعمل لك مصنع كبير جداً يتكلف مليارات هعمل لك أديك أنت تعمل مصنع صحيح وده بقى حينمي التنمية البشرية حينمي الدولة حينمي الاستثمار حينمي الاقتصاد مش هنستنى بقى الوظيفة الحكومية وأقول مفيش مش رأت وظيف حكومية دي شاف شاب كله بيجري وبيسعى والقطاع الخاص شغال والناس تقدر تشتغل في مجالات كديرة جداً والدنيا مفتوحة السوق مفتوح بالضبط والعالم كله حضرتك يعني فيش حاجة اسمها وظيفة الصبح حصح الصبح وامضي وامضي واطلع واخر النهار روح ولو جيت حسبتين على الانتاج بتاعت لقيه واحد من 100 يعني مش إنما فيه مجال للعمل الاستثماري اللي هو بنمي الدولة بالتبعية أكيد فده اللي برضو رئيس اهتمي بيه وبدأ يشتغل فيه من حوالي تات 4 سنين تقريباً أو 5 سنين يمكن المشروعات اللي هي زي ما حدق قلت تفضلت الصغيرة والمتناهية الصغر وده يحسب لي أيضاً إنه هو بدأ يهتم بكل مواطن من الكبير للصغير إنه هذا العاصمة الإدارية والمشروعات دي كلها على مستوى الجمهورية مش هنتكلم بس على الصعيد الاهتمام على مستوى الجمهورية بالكامل صناعي زراعي تجاري استثماري وخصوصاً مجال الزراعة طبعاً مجال بتاعي لمست فيه الزراعة فيها طفرة طفرة كبيرة جداً حصلت في مصر في الأربع خمس سنين الفترة طبعاً إيش فندم يعني عشان برضو كنا نتكلم في الموضوع إن اللي جاي كله زراعة وإنتاج وصناعات صبيرة حقيقي فأعتقد هو ده اللي جاي يعني شكلها كده بيقول كده وإحنا قريدي يعني نتقدم في هذا الموضوع شايف الزراعة عاملة إزاي في مصر خصوصاً إحنا الفترة اللي فتت كنا يعني تخزلنا شوية إحنا كنا بلد زراعي ومنتج دلوقتي وعندك أرض بسم الله ما شاء الله اللي هي الصمرة بتاعتنا الجميلة دي وكمان عندك أرض الصفرة اللي إحنا تم استصلاحها على المؤمر يعني العصور اللي فاتت دي أو السنين اللي فاتت دي كلها بسم الله ما شاء الله حد صلحها رجل الأرض في كل حتة يعني بتدي وبتنتج زي الفل إيه اللي إنت شايفه جديد حاصل بمستقبل مصر الزراعي عامل إزاي أنا إحنا قلنا طفرة زراعية أنا هتكلم بقى هنتقل من المواطن السهاجي إلا يا دكتور في الجاعة بقى اللي نركز بقى في الضبط هو طبعا إحنا عندنا النهاردة مشروعات زراعية تنموية هائلة جدا أنا بصفتي زراعي تعليمي ما كنتش أنا يدوب على الأرض القديمة كنا عايشين عليها وخلص اللي هما كان فدان اللي هما طبعا بدأوا يقلوا 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 طبعا يتعدي على الأراضي الزراعية بالمبانا وغيرها بدأوا ينحسروا جدا تلاقي المية فدان أصبحوا عشرين الألف فدان أصبحوا مية وهكذا الحل إيه الحل إن إحنا نستمر على هذا الوضع حنقل بعض ويفضل الاستيراد الاستيراد المواد الغذائية على أشده يفضل الأمحي نستورده والخيار والطماطم والأسر والسكر ويفضل مصرنا في إدين الآخرين إحنا عايزين نمسك قط وإحنا بقى نرجع لورا إحنا إيه إحنا إيه بلد زراعي ما إحنا بلد زراعي إحنا سالة الغذائي في العالم صحيح سيد نيوسف قال بسم الله الرحمن الرحيم قال جعلني على خزائن الأرض هو كان في مصر صحيح خزائن الأرض مش خزائن الأرض بفلوس مش بالدولار لا لا خير مصر ما كانش زي ما يتعاملوا بقى بالدولار والمارك وكده واليورو لا يتعاملوا بالأمح والطماطم والبدنجان والفواكه كل ده يتعاملوا بيه خزائن الأرض خزائن الأرض عن الشعب المصري برضو من خيرات بالضبط 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 كده بالضبط كده بالنهار ده نتحولنا بقى للبدلز الزراعي عندك مليون ونص فدان جديدة تمام الدلتة الجديدة الدلتة الجديدة تضم طبعا مليون فدان ومتين طبعا هي مشروع اكضمت مشروع مستقبل مصر والخدمة الوطنية والسحي الشمال الغربي الدول كوينوا على بعضهم الدلتة جديدة يعني مقابل الدلتة الأديمة بتاعت مصر هي برضو انحسرت فيها الأراضي الأديمة فيه كمان يا فنم كمان اللي هي المدن الجديدة بيقاليها زهير دايماً صحراوي أو بيتم فيها الزراعة تمام طبعا حضر يعني كتير بتتضم أراضي هنا بقى المليون فدان ده والمليون فدان بتاع تشكة وطبعا وسينة تشكة طبعا هنخش بقى سينة بقى والتعمير الزراعي فيها صحيح ومزارع الأسماء الأسماك صحيح في شرق التفريعة نخش بقى في مزارع الأسماك كتير جداً يعني الرئيس اهتم جداً بمزارع الأسماك نروح بنفسه يقف على المزارع الموجودة كمان حضرتك المصانع الموجودة في مدينة السادات للسرع الحيونية والألبان والمصانع الجبن كل ده الثورة زراعية الثورة زراعية موجودة حالياً في مصر تنمية شاملة بنسميها كله بقى مش بس أنا أخد جانب لا تنمية شاملة مش بس هبنا عاصمة إدارية عشان أوزع المصالح الحكومية خليها في مكان بعيد عن تكدس الدولة القاهرة العاصمة لا لأنني كمان هفتح مجالات زراعية ومجالات صناعية مجالات تجارية نبدأ تصدير واستراد نبدأ تصدير واستراد الحركة تبقى كبيرة جداً على قدام شوي أكيد أنا عايز أخد من كلام حضرتك وعايز الشباب السعيدة الجمال يستفيدوا من هذا الكلام تفتكر إيه المشروعات والحاجات الزراعية والإنتاجية اللي ممكن الواحد يستثمر فيها في الفترة اللي جاية في صعيد مصر والله هو حضرتك يعني إيه هام الزراعات يعني اللي ممكن تتزرع أو اللي بتتزرع حالياً وبتزيد هو دولة لو هتتيح للشباب الأرض المستصلحة يعني مثلاً الصوب الزراعية مجال جميل جداً للزراعة وللإنتاج الزراعي الصحي السليم وحتى نهاردة يعني عندنا خمسين ألف فدان اتعاملت أو شؤت في مصر في الفترة الفتدة يعني حضرنا منهم احتفتاحات العاش من رمضان وغيره حاجة مبهيجة لبدان وناخد ده ده أفضل مجال لزراع الحالية في مصر للشباب يعني وبرضه حضرتك برضه عشان نرجع نقول نرجع لسوهاج كمان نقول الجامعات الأهلية تفتحت النهاردة في مصر هتوفر تعليم جيد كمان للشباب عندنا في سوهاج جامعة أهلية جامعة خاصة ده كله تعمل في حوالي سنتين يعني الجامعة الأهلية في سوهاج تعتبر طبعاً جامعة حكومية وشباب حكومية في سوهاج النهاردة هتبدأ تشتغل مثلاً أو بدأت تشتغل هتبدأ تشتغل الجامعة الخاصة بدأت تشتغل وده كله برضه زيادة في الصعيد ما كانش فيه الجامعة أهلية في إينا وبعد كده كل ده في الصعيد وكمان الأثار احنا عندنا تلت أثار العالم صحيح في القصر وأسوان وسوهاج أنا كنت عايز شايل الحطة دي الاخر الفقرة لكن حتى ما هيك فتحتها بقى حد صلحارج يعني أنت أحسن وقت في حياتك تقدر تستطيع يعني تروح فيه هو في الشتاء ومع شمس الأسوان والأسر والصعيد الجميلة العالم كله بيجي عندنا وبسم الله شاء الله يعني صحابنا شغالين في السياحة بيطمنونا أن الدنيا ما شاء الله الله أكبر ربنا يزيدها يا رب نمسك الخشب يعني والدنيا ما شاء حلوة الحمد لله رب العالمين يعني المؤتمر التعامل قاب 27 ده تغيرات مناخية في الشيناء بيقول لي العالم كله ومش بيس مؤتمر قاعدة وكلام بيقول لي العالم كله مصر آمنة تفضل مصر جميلة تفضل شوف السياحة اللي فيها احنا عندنا زي ما قلنا التالت أثار العالم مش بس كده عندنا في مصر زخيرة كبيرة جدا من المواد البشرية بسيط جدا نحنا نخلي نحافظ عليها نقول للناس كلها مصر جميلة مصر قوية مصر عالي بس حافظ عليها أنا ورست من والدي مثلا ميت فدان حافظ عليه ولا ضيعه مصر أجمل من كل الدول صحيح حافظ عليها في المزرعة انت بتزرع حافظ عليها في السياحة ما تخليش السياح يهرب منك خليك شاطر جايما بنطلع بره في دول أوروبية وأمريكا كده بيخليك تعيش جو جميل جدا تقول الله طب ما احنا الله حلو بس احنا نحافظ عليها حافظ عليها وانت في شغلتك في وظيفتك في مستشفيتك انت كطبيب في معمارك انت كمهندس حافظ عليها في كل مجال انت فيه حافظ علي بلدك لانك هي هتبدأ تديلك تديك كويس جدا السياح نهاردة في مصر يعني تعتبر الوجهة الاولى للي عالم كله احنا بس نستغل لها صح ان شاء الله الحمد دي ممكن الوقت تجري بسرعة كان يعني سعيد جدا بوجود حضرتك معنا يعني استغبنا كتير من كلام حضرتك شرفتنا ونورتنا وتحياتنا لكل أهلينا في السعيد شرفتنا بحضرتك ونوجه برضه شكر السيادة رئيس عبدالفتحسيس نقول له نورت سوهاج ومش اول زيارة ليه على فكرة دي تاني زيارة كان قبل كده جاه افتتح المتحف في سوهاج ويراح جرجة مشروعات جرجة ودي تاني زيارة وزيارته يعني برضه هنقول لحقه ياخده كان دايما قبل كده القادة بييجو سوهاج يسلمه الصباح الخير يمشي بالعربية والسلام عليكم النهاردة قبل ما حصلش انه يقعد في قرية يقعد يأكل مع الناس يفتر مع الناس ويضحك مع ده ويتكلم مع ده ويرح ما خد يوم بالكامل شو كان الرئيس يعني أنا بشخصيا كموات نزاوي جهيني سوهاجي بشكرك وانا بشكرك شكرا جزيلا النهارتونا في مصر جميل شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا لحضور